موسيقى قرى جديدة تنضم لوقف اطلاق النار في حما والرياض تؤكد على ضرورة رحيل الاسد موسيقى مساعٍ اوروبية لاستعادة ميناء الحديدة من الحوثيين موسيقى فرنسا تحقق مع مائتين وواحد وسبعين متشددا عائدين من سوريا والعراق موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم قالت وزارة الدفاع الروسية ان اربع قرى سورية جديدة انضمت الى اتفاق وقف اطلاق النار في ريف حما واضافت الوزارة ان العدد الاجمالي للقرى والمدن التي انضمت للاتفاق تجاوز الفين ومائة مدينة وقرية واشارت الوزارة الى تواصل مفاوضات وقف اطلاق النار مع فصائل المعارضة في ست محافظات هي حلب وادلب وحمى وحمس ودمشق والقنيترة جددت قوات النظام هجمتها العسكرية على بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق وحي جوبر شرق العاصمة ويأتي الهجوم في عين ترما على الرغم من اعلان قوات النظام وقف عملياتها العسكرية بعد الاتفاق الذي توصلت له المعارضة والروس بوساطة مصرية شن النظام السوري والميليشيات الموالية له وجوما على مناطق سيطرة فصائل المعارضة في السويداء بمحاولة منه للالتفاف على هدنة الجنوب وتمكنت قوات النظام من التقدم في محور الضبيعية وتلة الاسدية وبئر الرياح ونقاط اخرى في محور بئر الحردية وتل الحريبة اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها انها تجري مفاوضات مع فصائل معارضة في ست محافظات سورية بهدف تثبيت وقف اطلاق النار في حين ذكرت وكالة سبوتنك الروسية ان عضو الامان العام لتيار الغد السوري قاسم الخطيب توقع ان تكون ادلب المحطة المقبلة للتهتئة بعد اتفاق ريف حمص الشمالي المزيد في تقرير التالي تفاؤل حذر يخيم على اطراف الازمة السورية والداعمين الدوليين في اطار البحث عن حل يوقف الصراع الدائرة منذ ست سنوات في سوريا المنهكة بعد الانباء التي تحدثت عن وجود نوايا لتوسيع وقف اطلاق النار في ست محافظات ومدن سورية اخرى على غرار النجاح الذي حققته الهدن في درعا والغوطة الشرقية وريف حمص وفق ما ذكر دبلوماسيون وتودي موسكو دورا بارزا في عملية استئناف المفاوضات الرامية الى توسيع وقف اطلاق النار تجلى ذلك في المفاوضات التي تجري بين عسكريين روس وممثلين عن المعارضة السورية المسلحة والتي تهدف الى تثبيت وتوسيع وقف اطلاق النار في حلب وادلب ودمشق وحماء وحمص ودرعا والقنيطرة وزارة الدفاع الروسية لفتت في بيان لها الى ان عدد المدن والقرى التي التحقت باتفاق وقف اطلاق النار لم يتعدى الـ 2130 قرية في حين بلغ عدد الفصائل المسلحة التي وافقت على وقف اطلاق النار 228 فصيلا واكد الجانب الروسي ان مجرد انطلاق الجهود لانشاء هذه المناطق ساهم في خفض مستويات التوتر بقدر كبير وتقييد الانشطة الارهابية وتحسين الوضع الانساني جهود موسكو تاتي مع دخول الهدنة الروسية المصرية يومها الثالث في الريف الشمالي لمدينة حمص منذ بدء سريانها يوم الخميس الماضي بموجب الاتفاق يخرج الجرح والمرضى الى مشافر روسية او سورية عبر سيارات الهلال الاحمر وتضمن موسكو عودتهم سالمين بعد العلاج بموجبه ايضا ستدخل اول قافلة مساعدات الى ريف حمص في السابع من اب اغسطس الجاري اما فيما يتعلق بالراعي المصري فقال رئيس تيار الغد السوري احمد الجربة ان مصر هي اكثر الدول التزاما لحل الازمة السورية بالطرق السلمية مشيرا الى ان القاهرة تعد وسيطا نزيها وجيدا كونها لم تشارك يوما في سفك دماء السوريين وليست لديها اي سراعات مع اي فصيل او طرف وفي ظل هذا الزخم يكبر الامل في ان تنجح تلك التحركات الدبلوماسية في توسيع وقف اطلاق النار وتعميمه على بقية المناطق السورية من اجل وقف حمم الدم والعودة مجددا الى طاولة المفاوضات اكدت المملكة العربية السعودية على ثبات موقفها من الازمة السورية وطريقة حلها لموجب اعلان جينيف واحد وقرارات مجلس الامن الدولي مشددة على انه لم كان لبشار الاسد في مستقبل سوريا ونفى مصر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية دقة ما نسبته بعض وسائل الاعلام لوزير الخارجية عادل الجبير سيطر الجيش اللبناني على عدد من التلال الاستراتيجية الواقعة على الحدود مع سوريا من مسلحي تنظيم داعش بحسب مقالة وسائل اعلام رسمية فقالت الوكالة الوطنية للإعلام ان الجيش استولى على العديد من التلال بين بلدتين رأس بعلبك وعرسال الحدوديتين فقال الجيش في بيان انه دمر تحصينات تنظيم داعش وقتل العديد من مسلحي في العراق قتل 170 من داعش في غارات شنها سلاح الجو العراقي على مقارات لتجمع عناصر تنظيم داعش الارهابي في قضاء الشرقات شمال محافظة صلاح الدين لحسب ما صرح به مصدر امني لوسائل اعلام عراقية واضف المصدر ان الغارات اسفرت ايضا عن تدمير عدد كبير من الاسلحة والمعدات العسكرية للتنظيم اعلنت وزارة الدفاع العراقية اكتمال الاستعدادات للتحرك العسكري نحو بلدة تل عفر وتحريرها من تنظيم داعش الارهابي بينما يواصل طيران التحالف الدولي قصف اهداف التنظيم داخل البلدة وقالت الوزارة في بيان صحفي ان جميع القطاعات العسكرية انجزت كافة الاستعدادات الخاصة للبدء بمعركة اقتحام وتحرير تل عفر مؤكدة ان كل صنوف القوات المسلحة ستشارك في معارك تل عفر ضبطت قوات الشرطة العراقية معملا لصناعة المتفجرات وتطوير الصواريخ باطار عملياتها لتطهير مدينة الموصل القديمة من مخلفات ارهابي داعش وعثرت قوات الشرطة ايضا على كميات كبيرة من مواد الفوسفات المخفف والكلور والسيفور وهي كلها مواد شديدة الانفجار وتدخل في صنع القنابل لنشرتنا بقية ولكن بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد تتواجد رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن ماريا انتونا في العاصمة اليمنية صنعاء لثلاثة ايام بهدف اقناع ميليشيات الحوث وصالح بالقبول بخارطة الطريق الاممية الخاصة بميناء الحديدة وفق ما ذكرت وكالة الاسوشييتد برس وتنص الخطة على انسحاب الميليشيات الانقلابية من الميناء وتسليمه للامم المتحدة كطرف ثالث محايد وزعت هيئة الهلال الاحمر الاماراتيس سلالا غذائية على اهالي ريدة المعارى بمديرية غيل بن يمين بحضر موت اليمنية والتي تعاني اوضاعا صعبة ويعيش سكانها ظروفا عصيبة وتعاني المديرية من تدهور خدمات البنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومياه وكهرباء وصرف صحي وطرق واتصالات وغيرها رغم ما تتميز به من موارد طبيعية وتواجد معظم الشركات النفطية وتأتي هذه المساعدات في اطار الخطط الانسانية الاستراتيجية التي وضعتها دولة الامارات بتوجيهات قيادتها للوقوف الى جنب الشعب اليمني في محنته ادى رئيس الايراني حسن روحاني يمين الدستورية وسط استمرار التباين في المواقف بينه وبين المرشد الايراني علي خامنائي بينما يأمل المراقبون في ان تستمر جهود روحاني في اقامة العلاقات الدولية والتزام بلاده بالبرنامج النووي على امال ان تستمر جهوده في اقامة علاقات دولية والتزام بلاده بالبرنامج النووي يواجه الرئيس الايراني حسن روحاني تحديات كبرى داخلية وخارجية مع بدء فترة ولايته الثانية ولاية ثانية يستهلها روحاني من حيث انتهت الأولى وسط تهديات داخلية وأخرى دولية خلفت سنوات العزلة والعقوبات التي عاشتها إيران أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ولا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية شبه المنهار للبلاد والتضخم تضع أعباء داخلية على كاه الروحاني المطالب من قبل أنصاره بتنفيذ وعوده الانتخابية وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة الأزمات الإيرانية الداخلية لا تقتصر فقط على الأوضاع الاقتصادية فقد وعد روحاني أثناء حملته الانتخابية بتحسين الحريات وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومنح القوميات والأقليات الدينية حقوقها الأمر الذي يجعله تحت مراقبة المجتمع الدولي وانتظار الشعب الإيراني لتنفيذ هذه الوعود ويعتبر الاتفاق النووي الذي أجره روحاني من أهم الاتفاقات الدولية الذي سيجعل بلاده تلتزم بهذا الاتفاق بالإضافة إلى خفض التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأكد روحاني خلال حملته أن إيران ثابتة في موقفها بتحقيق السلام والاستقرار العالميين مشددا على أن إيران والاتحاد الأوروبي على اتفاق بخصوص مكافحة الإرهاب والتيارات المتطرفة والتكفيرية وكان روحاني قد وعد بأن الاتفاق النووي سيجلب رخاء وبالفعل يشهد الاقتصاد الإيراني نموا من جديد مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر العملة أوقفت الشرطة الفرنسية رجلا يحمل سكينا بينما كان يحاول اقتحام إحدى نقاط المراقبة الأمنية لبرج إيفل في باريس من دون تسجيل إصابات وأقر الشاب أثناء التحقيق أنه كان على اتصال بشخص من تنظيم داعش شجعه على طعن جندي في المعلم السياحي الباريسي شهدت فرنسا عودة 271 متشددا من مناطق الحرب في العراق وسوريا وهم يخضعون جميعا للتحقيق أمام ممثلي الإدعاء العام لحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم وقال كولوم إن من بين المتشددين الذين عادوا 54 حدثا يوجد بعضهم رهن الاحتجاز حاليا تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير عودته 271 متشددا من مناطق الحرب في العراق وسوريا إلى فرنسا التي آلت بهم للخضوع للتحقيق أمام ممثلي الإدعاء العام حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم كولوم صرح لصحيفة الجورنال دو ديمانش أن من بين المتشددين الذين عادوا إلى فرنسا 217 بالغا و54 تحت سن البلوغ مع وجود بعضهم رهن الاحتجاز حاليا كما أشار كولوم إلى حادثين استهدف الشرطة في قصر الأليزي بباريس وإحباط سبعة مخططات حتى الآن هذا العام مضيفا أنه تم رصد عدد متزايد من الأشخاص في ظل نظام رصد وقائي للسلوك المتطرف حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 18500 شخص تقديرات هناك تقول بأن نحو 700 فرنسي يقاتلون في صفوف داعش بالعراق وسوريا وتناضل فرنسا مثل دول أوروبية أخرى بشأن كيفية معالجة تدفق ما يسمى بالعائدين من الصعب تأكيد المعلومات هذا ما أجاب به كولوم حين سئل عن عدد المتشددين الفرنسيين الذين قتلوا في العراق وسوريا قائد القوات الخاصة الفرنسية والآخر سبق وأن قال في يونيو حزيرنا الماضي أن وحداته تشارك بشكل مباشر في معارك الشوارع في مدينة المصر العراقية ولكنه نفى استهدافها بشكل خاص للمتشددين المولودين في فرنسا الذين يقاتلون في صفوف داعش فرنسا التي دفعت ثمن مشاركتها في تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش في العراق إضافة إلى تدخلها أيضا في مالي لإنهاء التمرد هناك وذلك من خلال تعرضها لهجمات من قبل متشددين في الداخل حيث قتل مسلحون وانتحاريون 130 شخصا في باريس ومناطق محيطة بها في نوفمبر 22 عام 2015 كما قتل أكثر من 100 شخص في هجمات أخرى شأنها متشددون في فرنسا خلال العامين ونصف العام الأخيرين ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عدم وقوع إصابات في انفجار وقع داخل مسجد بولاية مينسوتا ليقلل من الطبيعة الخطيرة لهذا العمل وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع وأن المحققين قاموا بجمع مكونات القنبلة لمعرفة كيف تم جمعها قتل مسلحون 12 مصليا بعد أن اقتحموا كنيسة كاتوليكية في بلد جنوب شرق نيجيريا ووقع الهجوم في كنيسة سانت فيليب قرب مدينة أونيتشا على نهر النيجر لما تجري الشرطة عمليات بحث للعثور على المسلح من جهتهم قال الشهود أن عدد الضحايا قد يصل إلى العشرين وأن عدد المهاجمين لا يقل عن خمسة اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة الفلبينية مانيلا على هامش فعاليات منتدى آسيان ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بعد إقرار قانون العقوبات الأمريكي الجديد لدى روسيا وإيران وكوريا الشمالية وينقش الوزيران الأمور المتعلقة بالتعاون الثنائي كذلك المواضيع المدرجة على الأجندة الدولية للبلدين بما في ذلك الأوضاع في سوريا بقراتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل أول مقهى متنقل لفتيات بحرينيات أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا مع صحيفة الوئام السعودية التي عنوانت نظارة شمسية تتحول لمحطة توليد طاقة للهواتف الذكية ابتكر باحثون ألمان نظارة شمسية يمكن الاستفادة منها كمحطة شحن للهاتف الذكي بفضل تزويدها بخلايا ضوئية مرنة وزود الباحثون هذه الخلايا بمعالج دقيق وشاشتين ومصدر كهربائي لعرض شدة الإضاءة الشمسية ودرجة الحرارة المحيطة لتخزين الطاقة المستمدة من ضوء الشمس واستخدامها لشحن الهاتف الذكي والى صحيفة الايام البحرينية التي عنوانت وظيفة شاغرة براتب مليون دولار في الصين بدأت الصين رحلة بحث للعثور على عالم خارق يمكنه قيادة مشروع أكبر تليسكوب راديوي في العالم يسعى إلى البحث عن أي حياة خارج كوكب الأرض وذلك براتب سنوي يصل إلى مليون دولار ووضعت الصين مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في الشخص الذي سيشغل المنصب أهمها أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن عشرين سنة صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانت اليوم روسيا تطور صاروخا فائقا يفكر ويتخذ القرارات بنفسه أشرى موقع آي بي تايمز البريطاني إلى أن روسيا تقوم بالعمل على تطوير نوع جديد من الصواريخ تعتمد على الدكاء الاصطناعي سوف يكون لها القدرة على اتخاذ القرارات وتحديدها بنفسها دون تدخل يد بشرية في الموضوع صحيفة القبس الكويتية عنوانت طباعة ثلاثية الأبعاد تحيي أعمال فنية قديمة يقوم مصنع أو مصنع صغير في شمال الصين بإنتاج نسخ لأعمال فنية تعود إلى آلاف السنين بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد حيث يتفرغ ذلك المصنع لإنتاج نسخ مطابقة للأصل لتماثيل صغيرة تعود إلى العاصمة التاريخية السابقة الشيان الشهيرة بجدرانها العائدة إلى القرون الوسطى وضريح الإمبراطور الصيني الأول وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت جراحة روبوتية لعلاج سرطان البروستات ابتكر جراح بريطاني يدعى كريستوفر أوكدين تقنية تطيح استخدام جراحة روبوتية ثورية لعلاج سرطان البروستات وقد عالج بها بنجاح أكثر من 2500 رجل ويتحكم الجراح بذراعي الروبوت من خلال وحدة تحكم موجودة بجانب طاولة العمليات وتوزيل هذه التقنية مخاطر أي أخطاء جراحية ناجمة عن اهتزاز يد الجراح البشري أطلق في أفغانستان قناة تلفزيونية جديدة بطاقم عمل نسائي لتصبح الأولى من نوعها في مجتمع ذكوري والأخطر من ذلك سيطرة جماعات متشددة على مناطق معينة من البلاد يخولها بحكم الأمر الواقع والقوة فرض سيطرتها وأنظمتها على شرائح من المجتمع تمنع بمجبها النساء حتى من التعلم والعمل قناة زان تيفي تعتمد بصورة كبيرة على فتيات معظمهن طالبات وتصلت برامجها الضوء على قضايا المرأة الأفغانية وهبومها لهدف النهوض بها وإعطائها مساحة أكبر للتعبير عن نفسها في أفغانستان ومنذ عقود عانت المرأة الأفغانية أصناف التمييز والتهميش والاضطهاد في ظل سيطرة جماعات متشددة على البلاد كطالبان وغيرها العنف الجسدي والزواج القسري والتهميش في العمل أمثلة على ما عانته وتعانيه المرأة الأفغانية بمجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري فقد ذكرت الهيئة القضائية الأفغانية أنها وخلال العام 2016 فقط سجلت أكثر من 3700 حالة من حالات العنف ضد النساء والفتيات لكن رغم الصعب تحاول المرأة الأفغانية إثبات وجودها ففي العقد الأخير ومع انحسار سيطرة جماعة طالبان الإرهابية والجماعات المتشددة الأخرى على البلاد ازدادت نسبة النساء الأفغانيات العاملات في مجالات عدة كالتعليم والسياسة حيث يضم مجلس اللويا جيرجا الدستوري حاليا 102 امرأة من مجموع أعضائه وهم 500 عضو ومؤخرا أطلق في أفغانستان قناة تلفزيونية جديدة بطاقم عمل نسائي بالكامل أخبار الآن زارت مركز القناة باعتبارها خطوة جريئة ولسيما للعاملات فيها أعمل هنا منذ فترة وأنا لست سعيدة فقط لمجرد العمل في مجال الإعلام بل في تناول قضايا المرأة الأفغانية وهمومها والمشاكل التي تعيق تقدمها لو نظرت إلى الأزمات التي تمر بها البلاد فإن المرأة هي المتضرر الأول من هذه المشاكل ومع ذلك لا تحظى بالدعم اللازم خصوصا في وسائل الإعلام عمل الفتيات في قناة تلفزيونية في أفغانستان هو عمل ينطوي على شجاعة وجرأة إذ بعملهن هذا يتعرضن للتهديد ويعرضن حياتهن للخطر الهدف الرئيسي من تأسيس هذه القناة هو أن تظهر الصحفيات قدرتهن في التأثير في الرأي العام لدينا 54 صحفية تعمل في هذه القناة ورغم أنهن يواجهن خطورة على حياتهن بسبب الأوضاع التي عملنا فيها إلا أنهن يتمتعن بقدرة عالية لأداء عملهن عبر هذه القناة قناة زان تي بي تعتمد بصورة كبيرة على فتيات معظمهن طالبات وتسلط برامجها الضوء على قضايا المرأة الأفغانية وهمومها بهدف النهوض بها وإعطائها مساحة أكبر للتعبير عن نفسها رغم أن دخول الفتيات في عالم الإعلام أمر في غاية الغرابة بالنسبة لكثير من أفراد مجتمعنا الأفغاني إلا أن خوض عالم الصحافة كان أحد أمنيات في الحياة وعندما تم الإعلان عن تدشين قناة نسائية أفغانية تيقنت أنه ستكون مدخلا مهما لتحقيق أمنياتي كنت محظوظة للغاية كوني من أسرة متعلمة إذ لم يعارضني أحد أو يمنعني من ممارسة هوايتي لكن هناك كثير من مثيلاتي لا يسمح لهن بالعمل في وسائل الإعلام لأسباب غير مقنعة لا يزال الطريق طويلا على المرأة الأفغانية لكنها تخطو خطوات واثقة نحو حريتها والحصول على حقوقها لتكون عنصرا فاعلا في مجتمعها بعد بحث مطول عن فكرة جديدة وفريدة من نوعها نجحت أربع فتيات بحرينيات مؤخرا في تأسيس أول مقهى متنقل في البحرين أحضرنه من السويد ويتميز المقهى بأنه يعمل بالدراجة ويقدم أجود أنواع القهوة العضوية وقد شهد المقهى إقبالا كبيرا من المواطنين كونه فكرة حديثة في المجتمع البحريني نجحت أربع فتيات بحرينيات في تأسيس أول مقهى متنقل في البحرين أحضرنه من دولة السويد ويتميز المقهى بأنه يعمل بالدراجة ويقدم أجود أنواع القهوة العضوية وذلك بعد بحث مطول عن فكرة جديدة وفريدة من نوعها وتحويل عشقهن لشرب القهوة إلى مشروع شبابي يواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التأكيد على المنافسة وأخذ المبادرة للمشاريع الاقتصادية الصغيرة بين الشباب والشابات في البحرين الفكرة بدأت مع أننا أربع بنات من عشاق القهوة وحبينا أننا نقدم شيء يديد في الديرة أننا نقدم القهوة التي نحبها وفي نفس الوقت تكون فكرة يديدة وعصرية فبدأت الفكرة من قبل سنة وإحنا كنا مسافرين ومرنا على ويليز وحبينا أننا نحن نبهاي الفكرة البحرين وشهد المقهى إقبالاً كبيراً في المجتمع البحريني فكرة وايداً جحت في البحرين وإحنا وايداً نشجعهم أنا أحب أن يهني لأن الكوفي ما لهم مميز وطعمه مميز ومو بس عشان الكوفي يعطيني الجو ويليز يعطيني طاقة إيجابية أنا وأصدقائي دايماً أني نقعد ونستمتع في وقتنا في القهوة وفي اللامة كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعتبر الوسيلة الأقوى للترويج في البحرين إلى زيادة الإقبال على الشراء من المقهى المتنقل كشفت دراسة أمريكية حديث أن تباع نظام غذائي غنياً بالدهون المشبعة ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة ووجد الباحثون أن احتمال إصابة من يتناولون دهون مشبعة بأمراض خبيثة في الرئة زاد بنسبة 14% عمن لا يتناولون دهوناً كثيرة في طعامهم ذكرت بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة أن أبل تعتزم إصدار نسخة من ساعتها الدكية يمكنها الاتصال مباشرة بشبكات الهاتف المحمول هذا العام وقال تقرير بلومبرغ إن بعض الطرازات الجديدة من أبل واتش ستكون مزودة برقائق LTE وهي أحدث تقنيات شبكات الهاتف المحمولة وستتمكن من أداء كثير من المهام من دون الحاجة لوجود هاتف آيفون في محيطها عرض متحف أونتاريو الملكي في مدينة تورونتو الكندية قلب الحوت الأزرق والذي يعد أكبر قلب على وجه الأرض وانتزع القلب من حوت أزرق جرفته المياه إلى شواطئ أحد الأنهار بعد نفوقه قبل نحو ثلاث سنوات قبل أن نوديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين قرى جديدة تنضم لوقف إطلاق النار في حما والرياض تؤكد على ضرورة رحيل الأسد مساع أوروبية لاستعادة ميناء الحديدة من الحوثيين فرنسا تحقق مع 271 متشددا عائدين من سوريا والعراق وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة